تستأنف الطائرات الحربية الروسية غاراتها على إدلب بعد توقف دم قرابة ثلاثة أسابيع غارات يسجل ناشط المعارضة أنها استهدفت بلدات أدرجتها وكالة رويترز نقلاً عن مصادر النظام ضمن المرحلة الأولى لهجومه المرتقب على إدلب بما فيها سهل الغاب وجسر الشغور التي تعد عقدة وصل استراتيجية بين محافظات إدلب وحماو اللاذقية ولم تقرع الغارات وحدها طبول الحرب في إدلب فتصريحات الكراملين بشأن استعدادات الجيش النظامي لحل ما سماه بمشكلة الإرهاب في إدلب فسرت على أنها تلويح بقرب بدء المعركة وقبل التلويح الروسي بارتفاع في وطيرة التحذيرات بشأن معركة إدلب في واشنطن فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر عبر تويتر كل من روسيا وإيران من التورط في غلطة إنسانية فادحة عبر شن هجوم وصفه بالمتهور في إدلب وبدوره حذر رئيس الأركان جوزيف دونفورد من أن هجوماً واسعاً نطاقي في إدلب سيقود إلى كارثة إنسانية محققة ونصح بأن يكون أي هجوم يشن هناك محدوداً نطاقي ويستهدف الجامعة المصنفة إرهابية ورغم التصريحات الروسية عن قرب انطلاق معركة إدلب ترشح عن مصادر المعارضة المسلحة أن المشاورات المستمرة بين روسيا الدعم الأبرز للنظام وتركيا أهم دعم المعارضة ربما تنجح في إبعاد شبح الحرب عن المحافظة التي تؤوي مئات آلاف المدنيين بين سكان ونازحين إذ تفيد صحيفة عقاب السعودية بأن موسكو وأنقرة توصلتا إلى ما وصفته بنصف حل بشأن إدلب يقوم على تسليم فصائل المعارضة إسلحتها إلى تركيا وتسلم أنقرة إدارة المنطقة إلى حين التوصل إلى حل نهائي لكنها لفتت إلى أن العقدة الماثلة أمام الحل تتمثل في مصير مقاتلي هيئة تحرير الشام نصر سابقاً المصنفة إرهابية والتي أضعفت صفوفها قسامات الأيام الماضية وتعزز تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف هذه التكاهنات فغدات توعوده من دمشق بشن هجوم لتطهير إدلب كما قال من الإرهابيين تحدث الضريف عن جهود تبذل الاحتواء الكلفة الإنسانية لعملية نزع المسلحين من إدلب على حد تعبيره